اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الترند العالمي لكن قبل مبدأ بالترند العالمي عايز اقول الاتحاد الانجولي لكرة القدم منذ قليل نشر عبر صفحته الرسمية عبر تويتر القيمة المبدئية اللي هتكون موجودة في شهر اكتوبر عشان المباراة الودية في الفترة من 15 من 5 ل 13 اكتوبر وتم اختيار اللعب الانجولي لعب النادي الاهلي جيرالدو ضمن قائمة منتخب انجولا في الفترة القادمة في معسقر شهر اكتوبر هنشوف الفترة الجاي بقى فكرة استدعاء اللعبين الاجانب بالنسبة للمنتخبات في الاجندة القادمة اللي قالي بالتأكيد عنده استحقاقات سواء محلية او افريقية مع مباراة الودية يوم 17 اكتوبر لكن ابدأ بسرعة في الترند العالمي واول حاجة بالتأكيد ده معايا النجم المصر الايكونة محمد صلاح حساب وكالة الامم المتحدة للاجئين في المملكة المتحدة على تويتر قالت ان محمد صلاح هيشارك في اول اجتماع افتراضي للجمعية العامة للامم المتحدة اليوم داعيا كل طفل الى الحصول على تعليم جيد بما في ذلك اللاجئون طبعا محمد صلاح نجم كبير جدا والعالم اجمع بلا استثناء لما بيفكروا في نجوم ازاي كلهم دور سواء في الايتام او دعم اللاجئين او 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 بيكون ابرز النجوم سواء كريستيان وميسي وايضا كمان نجمنا المصري محمد صلاح الخبر اللي بعدين حساب السبورت على تويتر بيقول ان منشستر يونيتد بدأ التفاوض مع برشلونة لضم عثمان ديمبلي ولكن برشلونة بيشترط 100 مليون يورو لبيع اللاعب خلال الفترة اللي جاي كمان حساب ديليميل على تويتر بيكلمه طبعا على سوارز النجم الارجوياني احد النجوم بالتأكيد اللي كان متقلق بفترة كبيرة جدا سواء مع ليفربول او حتى مع برشلونة حساب ديليميل بيقول ان الشرطة الايطالية بتحقق في حصول سوارز على تأشير الدخول ايطاليا عن طريق الغش بعد ان حصل على الاسئلة الخاصة باختبار اللغة الايطالية مسبقا وده اثناء مفاوضته مع او تفاوضه مع نادي اليوفي يوفينتوس الايطالي دلوقتي سوارز في طريقه للانتقال الى اتلتكو مادريد الاسباني زي ما انتوا شايفين من خلال اللقاطات اللي موجودة على الشاشة معاكم بتأكيد سوارز من النجوم المتميزين لكن اخر سيزون تحديدا مع برشلونة ما كانش بالتأكيد ده ظاهر بشكل طيب جدا بالتأكيد نتمنى نشوف الفترة اللي جاية سوارز في اتلتكو مادريد وان شاء الله يكون حاجة مختلفة عن الفترة السابقة مشاركات الجماهير على سؤال النهاردة واللي طرحناه بخصوص افضل هدف شفته للاهلي في الدرع رقم 42 كانت فيه اهداف كثيرة جدا وكانت فيه نتائج الحمد لله متميزة لكن نعرض مشاركات الناس معنا اشرف افندينة بيقول هدف السلية في حرس الحدود في الدور الاول من وجهة نظر كان افضل هدف في الدرع رقم 42 الحسن عادل بيقول عمر السلية في طلاع الجيش نور محمد بيقول طبعا هدف عمر السلية العالمي في طلاع الجيش من احلى الاهداف في الدوري بعد المشاركات معنا كمان جمال جيمي بيقول حمد فتحي ووليد سليمان محمد تامر هدف السلية في طلاع الجيش وابراهيم جودة بيقول هدف الحاوي في حرس الحدود هدف الحاوي في حرس الحدود كان من الاهداف المتميزة وما يجيبوش بصراحة الا الساحر وليد سليمان الى هنا بالتأكيد بتنتهي حلقتنا من برنامج الترند بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمة